السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم صلي وسلم طبعا طلعت قبل الزمن عشان بيكونوا منتظرين بداية اللايف بخشوا معال هنا يدوا البلاغات فتتت فتتت عشان كده مرات بغدر بغدر بيه وما بجي في نفس الزمن يا قدمت يا اخرت عشان ما يكونوا قاعدين مثلا فتالآن يكونوا جور السلولون ونسخوا لون نكون دخلنا واللايف يتأمن بشيرات بمشاركات يتأمن والقصة انتهت اهلنا لقوم في لايف تاني يحكروا لينا عشان كده جماعة دعموا اللايف مشاركات الدون شيرات الدون مشاركات الدون شيرات الدون مشاركات يا جماعة دون شيرات كثيرات اول حاجة جماعة بالنسبة للميدان الميدان والله ولا محتاج دول يتكلم عنه الميدان والله نار نار جهنم الموغدة ميدان نار عديد نار نار جهنم ميدان فوق والله نار فوق الميدان ولا كلمة جيش في مدرمان حكاية ما تخلص حاجة كده والله ولا في الاحلام غسما بالله العلي العظيم حاجة كده ولا في الاحلام نازل ما شاء الله العرضة عبارة عن جغم بيجغموا هنا هنا ودلك مصيجين ما بيقيفوا دلك جاريين والله مصيجين في كل الاتجاهات جيش متقدم والله تقدم كبير تقدم كبير وبشركم والله العظيم أسمع كلامي ده أسمع الكلام ده والله العدّة الجديدة بتحت الحفلة الختامية وصل البدل كانت مأخرة العدّة الجديدة بتحت الحفلة الختامية وصلت وصلت خلاص العدّة الجديدة بن ياخر الشغل ومياخر الختام والله وصلت وصلت كلها شير يا جماعة في بلاغات في بلاغات في بلاغات شير يا جماعة هذه شير يا جماعة العدة الختامية وصلت وصلت هبطرش وصلت لما مدفقة والله العظيم وصلت ده موضوع منتهي العدة الختامية النص التاني قال ليك يا سير العط يوم دا قال ليك عندنا وفر لنا النص الباقي النص انا اقول لك النص جا النص وصل النص جا النص جا وقاعد الان خلال نص بتاع الختام بتاع الجغي مالقالك حيشوفه الجغم وقال لك والله 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 انتصرنا والنص وصل استلمه النص استلمه خلاص دي قصة انتهت هنا بقول لك الخلاصة النص استلمه وانتهت القصة تعني ما باقي حاجة إلا شوفه النازل في الشارع إلا شوف الجيش دا في الشارع النص بتاع يوم الختام يوصل كامل وفايد يوصل واستلموا كل حاجة هذا موضوع منتهي ومدرمان ما باقي فيها حاجة خلاص شبهي نصف لان امدرمان نتكلم في امدرمان امدرمان خلاص الشغل بتاعة نظافة من بيت لي بيت من شارع لي شارع الناس دي شردوا حتى تلاتين تاشر من صالحة دي طلعت من صالحة تلاتين تاشر بتاعة الصالحة تلات لم تتجمع وشدثت بجبلوليها ما شد بجبلوليها لانه بيقتهم درمان نارى للموغدة قصة ما زالت تاعة وقت حسم محسوم خلاص قصة وانتهت ما في حاجة اقول لكم درمان هم ما تجيب حتى قبضوا ناس دارين اخذتوا مدافع قبضون وفي ناس الطيران المسير ماشاء الله صور كمية كبيرة فيديوهات طلعت كمية كبيرة ده كله شغل جديد بتاع المسير كله شغل جديد يعني ما في حاجة الناس تخاف ولا في حاجة الناس تشوك ولا في حاجة تقول لك مع ليش الان احنا في الخواتيم الان احنا في النهايات الان احنا في الملاحمة التاريخية البطولية الان الشغل الختامي الشغل النص وصل اليوم الختامي وصل ام درمان اعلنوا اللي زع خلاص القصة انتهت القصة انتهت من ام درمان وانتهى اهي لانه ما في حاجة الناس دي الان يا هو يفتو ام درمان دي كانوا باقين عليه اليف لانه ام درمان كانت التشوين ام درمان الرهان لانه ام درمان قاعدوا فيها من البداية ام درمان كانت دخلوا البيوت القحاطة فضوا بيوتهم سافروا كلهم فضلون البيوت ادوهم ليه اش ام درمان القديمة ابروف بيت المال الحواضن حقتهم كانت هناك هاي الصالحة عندهم حواضن حتى الفتحاب عندهم حواضن لكن مكتر كان ومبدأت بسيط في حارات بعض الحارات عندهم حواضن الان ما في الان الجيش منتشر وماشي وشغال ارتكازات عباسية موردة كل المناطق دي فصلوا عندهم شوية بتاع الجنود متى من عشرات يعني بكونوا ستين خمسين اربعين مستيف الولادة فصلوهم عزلوهم من المجتمع حقهم الجو جو والبرة برة ما في ولا دي الحقايق بتاعت الأرض بتاعت الميدان الموضوع خلص ماركة خلصانة خلصانة ما تسمع يجيبوا لك فيديو مصورينه وكونوا شرطة في الكلاكل الكلاكلة فيها ناس الكلاكلة في ضد فاضح ولا فيها جنجويد ذاتنا عشان تكون شرطة لكن دي فيديوها بيكونوها ويجيبوا لك ناس في مناطق حتى البيئة مايها ما أنا أصل الكلاكلة من عبدا أصل الكلاكلة دي كلاكلة وين دي كلاكلة النيجر دي كلاكلة التشاد بولا كلاكلة مالي المصورين كلاكلة مالي الشغلة الكضب والعبط والوحل اللي بتكلم ذات وما بيعرف يتكلم يقول لك إنها دولة دولة مين يا عم روح 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 يا عم روح يستحم دولة مين تقالصت شعب السوداني ده مليل تقالصت شعب السوداني ده خلاص صورت لك فيديو خلاص يا سلام النازل عمله شرطة شغلتكم شوفوا شغلتكم يا عيال شوفوا شغلتكم الشغلة جلسة انتهت الجزيرة كذلك يا جماعة الجزيرة ما شاء الله ما شك ويسا فيها من دي الله تمام ما في أي حاجة جيش شغال طيران شغال ردع شغال كل حاجة تمامة تمامة تمام عندي رسالة ليه الشكري الغايد بتاع المناقل الشكري صلح الناس لانك احنا بنشوف فيك طوالي ما سلحت الناس بنشوف فيك طوالي ونقول طابور ولين حق الغرل حوالينك ديلا الناس جاهزين مستنفرين بالآلام بمئات الآلاف الغرل دي قاعدة دي ما عندك هناي اطلع قول لهم والله الغيادة ما جاء بالسلاح تتكلم بالكلام من السعبين الآن قبل ما تقع الفاصل الرق لو جرحت في أي غري عشرك لاشات الموضوع انتهى اسمعي الشكري لو جرحت في أي غري عشرك لاشات الموضوع انتهى الناس كلهم دربوا دائرة السلاح وجود قال لك ادينا دارت ادينا السلاح اديو ما دارت اديو انت عميل خلاص طبع ولا عميل لو ما عميل ولا لفو دوران جن جوين طبع ولا لفو دور الناس دير جوك ناس الغورة داي قال لك ادينا السلاح السلاح دا جاي من بيتك حقك تحق الدولة السودانية قال لك المرهام ما السلح اطلع اقول قال لك المرهام ما السلح الكلام يكون واضح ما تقول الدس تحت تحت جوك الناس قال لك مستفرين دارين سلاح اديو سلاح غور المناقل دين الناس عدين كميات طالبين السلاح سلحون الان جا نجا نجا ناوي الى المناقل ما تقول للناس ما عندكم سلاح وانا ما بديكم سلاح يا جماعة انا بديك حاجة احمد الطيب دا انا عندنا معلومات كانت بس بنقول لك حاجة الزول دا قاعد معه وزول كان مرسل من واحد وقاعد معه في المكتب والكلام دا ربنا بزالنا منه لو كضب معه احمد الطيب زول كان من شمال الجزيرة قال احمد الطيب بالنص قال احمد الطيب يا اخي هناك عندنا الجنجاويد ويدخل سهو وعمل وسرهم وقاعد والله مع احمد الطيب فيه مكتب الكلام دا فيه مكتب احمد الطيب والناس اللي قاعدوا معه الاتنين دي جاينوا من واسطة من لوة لوة صديقه جوا عشان يطلع وراكن اكسب لحاجة عشان نسافر قال ليه احمد الطيب يتكلف معه ساعدتك ياخل شمال الجزيرة دي كلها جنجاويد وكل لهم قاعدين جنجاويد في كل مكان جيبوا لنا جيش يجي قال لهم يا ادعايا شو معاون ادعايا شو والله العظيم دا احمد الطيب قال لهم ادعايا شو معاون الناس زي الشرسين شوف دا دا الغايد بتاع المنطقة دا الغايد بتاع المنطقة العسكرية الفرغة اللولة احمد الطيب العميل احمد الطيب دا العميل احمد الطيب قال لهم ادعايا شو معاون الناس زي شرسين بهازي اللهية جو عشان يشكو ليهو عشان يحكو ليهو عشان يقول ليهو قال لهم هذا قال لهم عباراتي قال لهم ادعايا شو معاون الناس زي شرسين الكلام دا قبل ما تزقوط مدني بي احنا نقول ليه احمد الطيب من زمان خايد كلام دا قبل ما تزقوط مدني بي شهور قال لهم الان مدني احنا ما عندنا تسليح قال لهم الفرغة كلها فيها خمسين عسكري واخصم برب الذي خلقني قال لهم فيها خمسين عسكري طيب يا احمد الطيب ما عندك 40.000 مستنفر ما سلحتهم لين عندك 40.000 مستنفر دربوا لماذا سلحتهم عندنا 50 عسكري ادعايا شو معاون دي الناس شرسين دا غايد بتاع منطق عسكرية مفروض يحمي الناس من الجينجاويد وجيك واحد يقول لك اتا ما عارف نصح احمد الطيب دا المساكين مسكين اتا دي الخيانة لما نزلت نزلت فيهن نزلت فيهن والله العظيم الخيانة لما نزلت نزلت فيهن احمد الطيب دا احمد الطيب مش مسال للخيانة كان عنده وقت كافي كان عنده زمن وعنده 8 شهور 9 شهور لو كان كل يوم جاملي خمسة بنادق وزعهم لخمسة مواطنين دربهم كان عمل ليه جيش لما كان بيطلح كان بيقول انا ما عندي بيقول احنا ما امنين وما محتاجين لناس احنا ما امنين الجزيرة ومدن امان وما محتاجين وعندنا خطة وعندنا ليه كان بيقول بيخدر فينا نحنا بيخدر في الشعب السوداني بيخدر في الناس لكن جواه كان عارف نفسه حيسلم البلد للجنجويد الخلام دا قالوا لناس في المكتب وموجودين الناس ديال وما وقعدين وغسما بالله يوم من اليوم نجيبهم بالمحكمة ويشهدوا في المحكمة نجيبهم ويشهدوا عليك كده يجيبهم ويقولوا كلامك اللي قلتوا لهم تقول لهم انا امشو دعايشوا معاون ما تتكلموا معاون الناس ديال شيرسين كيف يعني ما يتكلموا معاون دعايشوا معاون ياخد دي العمالة انت فتة والوساخة والنتانة والضحف يا اخي انت اوسخ بني يا ادم الله خلقك انت مفروض تعدى مئة مرة مئة مرة ما ابي طلقة واحدة مئة طلقة مئة طلقة تاخدها لما انت تقدر جسمك ده يصبح زي الغربان جسمك زي الغربان ما دي حني يقزول شفت الزور يقال ليك ده والله انت وياه والله العظيم ما في سبب بتخليك تعيش ولا شفت لو منو قال لك حماك ولا ما حماك والله بنبلك بنبلك دي دخلتها في رأسك تشيل انت براك تحترف على الناس المعاك بقللنك بقللنك بالصاح بقللنك بالغلط بقللنك غصبا عنك بقللنك لانك اتلعملتها ما في زال بعملها تلتقل لو مدني ما احنا ما عارفين مدني مدني دي كانت ولاية الجزيرة ولاية في اشتباك في الحدود بتاعتها مفروض تعملها حتى لو ما ولاية كانت مسلحة زمانك وما فيها اسلاح لكن الان ولاية في اشتباك تمانية شهور ما عملت حاجة يتفاشل تمانية شهور ما طلبت يتفاشل دي الحقيقة ما نفيه رزور هنا لا تقول ما عندي اسلاح لا تقول ما فيه ده كله انت خاين الخلاصة انك التخاين انك التحميل دي الحقيقة دي ما فيه ولا نجامل ولا عندك سبب يخليك تطلح تقول كده ولا ما عشان كده بنقول لك الشكري السلاح ده ما حقك ولا جايبه من بيتك ولا الوطن ده حقك ما جادر ادي الناس سلاحة ما عندك سلاح جوك الغورة دي قدامك جوك قال لك دارين ندافع عن نفسنا ادينا السلاح اديونا السلاح اديونا السلاح ودافع وفرن السلاح وهو بدافع انت ماء خايف من السلاح وخايف من المواطن وخايف من انه كن باع اسلاح امش اتا احنا امش اتا ادافع ولم نزالك امش اتا 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 ولا اكبر انه المواطن ادا اتا امش اتا انت لكن لذا تجي السلاح لذا تضافي عنه انت كده بتحكم علي بالموت بتحكم علي بالموت هاي دي الحقيقة عشان كده رسالتنا لك واضحة الشكري الناس الجوك الجونا السلاح المستنفرين الجاهزين سلحهم من كله قبيلة بالتوازن كله قبيلة سلح منا عشرة معروفين للعمدة بتاع القبيلة والعمدة بتاع الغرية كله غرية عشرة كله ناك في الغرية عارفين اللي عنده سلح من وفلان 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 بس ادونا الزخيرة سلمة لهم بدفتر الزخيرة دي كده اي طريقة بتستفيد منها في العدو ما تطلقها ساي الا في العدو الناس دي اللي حريصين على حفاظ على سلاحهم وحافظين حريصين على حفاظ على الطلق حقتهم والزخيرة حقتهم وكده بيأمنوا لك الغور حقتهم كله غرية عشرة لك لاشار كفاية كفاية هم بيقدروا ما عليك انت لكن ما ممكن تتلمى السلاح وتلمى الجيش تخط جوه وتقعد تدسته تقول لنا والله ان احنا لسه لا لا ما لسه كفاية الحصل فينا قبل اليوم الكلام ده كلام الناس كلهم حوالينك ما دار تندي الناس السلاح ورينه قول لنا ما دار تنديهم سلاح احنا الان ارجل منكم قول لنا انا والله ارجل مننا عشان نعرف الرجال اشنو لانه الناس البرد والناس دير احنا بنخيرهم بين خيارين يا اما انتظروا الموتوا موتوا يا اما يجوك في محلك وشيلوا السلاح منك بالرجال لانه ما في حلل يا اما تدون السلاح والسلح يا اما يجو شلوا منك رجال بنخيرهم كده لانه ما في خيار تالت ما ما خليك خيار تالت تطلح تتكلم ما عندك سلاح قول لنا والله ما اجابوا ليه سلاح عشان نعرف نتكلم نعرفه من وين دي 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 حقيقة طبعا جماعة في حاجة انا اتكلمت عنها قبل يومين اللي هي بتاعة القيران بتاعة الخطوط الجوية السدانية طبعا الموضوع اكل جنبه مع مع ابنه مع نص الخطوط اللي داره طلعوا بيان طويل بردوا عليه للسيدة الستاذ بس يوني كده كده ونحن 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 وجهتنا يا احنا احنا شوف كلامكم ده قحاطة احنا اول شي نخلي كل الكلام اللي قدتوه كونكم قحاطة دي مثبتة انكم انتم منافعين ماذا يرينكم بس قحاطة بنكرهكم ساي ابو سين كونك قحاطة لم يلقى قحاطيات معاكم ما دار انكم عندنا شوفتوا لو كويسين كعبين ما دار انكم بنكرهكم ساي بنحتغلكم فيشنو قحاطة انتم كفاية انت قحاطة ما تقول لي ما قحاطة قحاطة عندنا الصور انزلها عندنا الصور حقتكم ونزلها لكم عندكم ما دار انكم ما مصدر صغر ما مصدر صغر اي زور اشتغل مع القحاطة عندنا احنا غزر عندنا احنا واطي عندنا نيجس انتم ما مصدر صغر بالنسبة لنا انتم ناس تافا انتم ناس عملاء بالفطرة خلي الكلام بتاع سلطنت عمان وان احنا من حقنا نفتح وجهه ومن حق ما من حقك تفتح انت بطلع ابو سين بتكلم دار افتح مع الشارقة والامارات دي الان احنا البندين فيها وين من حقك انتم فاكرين خلاص صلحت خطابات طص فيك وفيه ابو سين زاد وخليك انت رئيسك طص فيه خليك تطلق خطابه وانه خلاص اغنحتنا ايه شاطر شوف شغلتك شوف شغلتك بلا خطوط جوية سودانية بيكون انتو الحرامية ما نافعة ما نافعة انتو خطر على الدولة السودانية انتو خطر على الامن القومي انتو خطر علينا عشان كده احنا بنطالب جهاز المخابرات ابو سين جحاطي دار افتح الان خط الشارقة بورسودان وانحنا الدولة دي عندنا معاو بندين فيها والان دارين نطلع دانا ليه دارين نمشو خلاص يعني ارجل مننا ناتو والله العظيم غصبا عنكم غصبا عنكم تتنظفو الخطوط الجوية السودانية الكادر الريفية ده كله قحاطة كله منها مزلة التاريخ كده بس لانه القحاط ماسقة القحاط عبارة عن وسخ ما امان كفاية بلدة دمرتوها اللي وصلتوها هنا كفاية العجين العجنتو كفاية بلدة خلاص ما باقي كانت اللي تنتهي لو لا لطف الله سبحانه وتعالى كفاية النجاسة عيشتونا فيه اربع سنة كفاية الوسخ دي الحقيقة لتطلع باخطابات لا تطلع لا محتاج ردك بتروس اي هوا ده اسمه هوا وما ديك انت ذاتك جحاطي بنقرحك نحتغرش عند الجحاطي تاني ما بيطلع فوق الجحاطي بخش السيين الجحاطي يعدم الجحاطي يحاسر ده عندنا كده لانه الجحاطي ما بشر لانه الجحاطي عندنا وزخ لانه الجحاطي وزخ الجحاطي ايش وزخ عشان تكون عارفة ما تطلع وتتكلم وترد ساعب تتعف احنا عاديل جحاطينا الجحاطة اي حاجة فيها جحاطة تتنظف بالواضح ولا لف ولا دوران اي حاجة فيها جحاطة زي التنسيقيات دي والخدمات دي والكل كلها حلوا ليه جحاطة فيشنو تاني عندك حاجة دي تقولوا ما جحاطة جحاطة بوسين جحاطي المعاكم في المكتب البلاء جحاطة عندكم فيشنو ما داري ولا عندكم علاقة بالسودان سودان شنو انتم خطوط جوية سودانية علاقاتكم شنو بالخطوط السودان انتم معكم الوطن انتم ناس عملة انتم ناس عملة انتم ناس اربع سنة دمرتوها اربع سنة وصلتونا الحضيط اربع سنة بيحتونا اربع سنة بيحتو صورة كاملة استشهلوا فيها اكتر من عشر الف سودان حر بيحتوها كاملة بس ده كله عشان كراسي عشان يطار كله عشان ترجعوا السلطة وتلبسوا الكرافيتة فيشنو ما في حاجة عشان احنا نبعد نكذب على بعض ونقعد نجامل ونرتب الكلام ونقول ما عليش والرد بتاعك ونرد لك نقطة واحد ده كلام بيرد للناس اللي بتفهم فين القحاط ده بيتفعل راتب عشان ايه يغنعك بالفشل عشان ايه يغنعك بالغلط عشان ايه يغنعك بالحرام عشان ايه يغنعك بالحرام عشان ايه يغنعك بأي حاجة سيئة بياخد فيها راتب انت مو تتناقش مع بني ادم سوي كده عشان تغنعه بالغلط وهو احتزير لا انت بتتناقش عشان ايه يغنعك بالفكرة عارفه هو غلط عارفه ما صح عارفه ما عنده قيمة لكن بتده راتب عشان يغنعك بيا لو ادته ادل لو ادته براهين ما بيختنع لو جبت الفيديو عدل شغلت لا عين ده انت ما بيختنع اللي ايه لانه ده شغله دي وظيفة النغاش والحوار عنده وظيفة وظيفتك شنو مغنية وظيفتك شنو بتاعدعاية وظيفتك شنو بطلعن الاشيحات وظيفتك شنو طلص وظيفتك شنو كده ما عندهم حاجة عشان يكونوا قاعد في الدولة الدولة دي ما فيها قحاطي تاني الدولة دي ما فيها قحاطي احنا كنا دارين نحاسب الكيزان كم 100% ديل حاسبهم 500% ديل 500% ليه ليه 500% دي واحد يقول لك نحاسبه نقلل لانه دي لك كانوا 30 سنة لا لا بالعكس الثلاثين سنة الناس اللي قاعدوا ثلاثين سنة عملوا اسوأ حاجة وعملوا احسن حاجة عملوا الكعب وعملوا السمح عملوا الخير وعملوا الشر يعني ماشيين خطين متوازين ما 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 نكذب احنا لما الدولة السلامنا منا ومدرتق ومدورة كفاية لما نجينا قلنا لهم ما دارينكم مشهور كفاية لما نقولنا لهاية العمليات دي ما دارينكم نسرحناها ما دخلوا بيوتنا وكانوا مغاتلين وممكن نخشوا البيوت وممكن يبيدوا الجنجة ودال فيه خمسة رقائق وممكن استلموا السلطة بالرجالة كانوا في الوقت داك لو دارين استلموا رجالة قسم بالله العظيم استلموا رجالة وفي 72 ساعة لكن سلموا البلد قالوا طالما ماذا يريننا رحلاتنا ماذا لنكمسكوا هاكم فضلوا فضلوا دخلوا لهم بيت اقتصبوا كتايب الظلة الكميات الكبيرة ماشوا كل زوء الدفاع الشعبي ماشى هاكون يا الجحاط هديه البلد تمسكوها هاكون البلد هل الجحاط يجدر عمل في البلد دي حاجة هل يجدر عمل لشي ما يجدر حمل حاجة الدولة لم داردقوا مدورة ماشا بطلة بطل بطلة وما قدر يدويرها بطلة وما قدر يدويرها هالبلد ما كانت منتهية هالبلد كانت في حياة وفي ناس عايشة ورخية كل زوء جاي اللي إحتصام به كيس بتاع السكر في راسه كل زوء جاي اللي إحتصام به صبار كل زوء جاي إحتصام شاي اللي سايقله حفلة مليانة فاتور بتاع خمسمائة ستتمائة الحية رخيصة الناس الماشى كهربة موية بلد امن وامان ناس بيت بيت في الشارع ما في حاجة هالبلد ما كانت واقف عشان ينكذب ونجامي لجاحста استلم البلد نoustرة فيها فساد هاي ما هي دولة فيها فساد وحنا طلعنا عشان نغير الفساد ما عشان نجيب الأفسد منهم نحنا ما طلعنا عشان نجيب الأفسد منهم بمراحل نحنا ما طلعنا عشان نجيب الناس الولدون جوالغزارة وجوالنتانة وجوالوساخة احنا طلعنا عشان نجيب الأحسن نمشي لقدام احنا طلعنا عشان البلد تتقدم ما تتأخر انتوا جيتوا دمرتوا جيتوا بيحتوا تعبنا وبيحتوا تعب الشهداء والناس كلهم غدرتوا بالشعب السوداني وخطيتوا يدكم في يد الغاتل جبتوا الغاتل خطيتوا يدكم في يدهم وفرطوا علينا اول بيقول حمدتي كده كنتم تقولوا عليكوس الآن قدام ايه زول بيتكلم ضد الآن كوس ليه لانه كنتم يا بينا الغاتل جايين بي فاكرين انه حمدتي بيديكم سلطة فاكرين انه حمدتي بعد ما استريم كان حيديكم السلطة هاك يا عمر الدقاء تعال حكيم تعال يا كيف اسمه منه المسيح الدجال حكيم فاكرين ما حملتوا لنا حاجة عشان نقعد نبكى عليكم عشان كده يا الخطوط الجوية السوداني الاصطاف كله مفروض بر شارع بدور رحمة يلا جيبوا ناس شرفة احنا دارين شرفة احنا ما دارين قحاطة لما نقول شرفة يعني ما قحاطة في فريق بين الشريف والقحاطي سنوات ضوية بين الشريف والقحاطي الشريف ده عالم تاني والقحاطي ان ما عنده غيمة كفرنا بيكم كرهناكم شفنا عوراتكم كلها لقناكم كمية بتاعة ندالة وكمية بتاعة توسخ لافة لقناكم كمية بتاعة تريمم خنايت ما عندكم شرفة ولا عندكم وطنية ولا عندكم اخلاق يا هو اجدادكم من شابها باهو ما ظلم امه ولا حاجة بالشكل واحد 76 مرتزغة جابا لنا منه جابوها الجيش مرتزغة 76 اجابوها منه الجيش جبتوا انتوا زاركم حزب الامة وحزب الاتحال وشو بتاعة حزاب وشيئتوا جبتها من ليبيا سلحتوا معاها ودخلتوا نعم وها لا وموجودة انتوا انتوا مشكلتنا التاريخية عشان كده نحن بنقول اي قحاطة الان موجود في وظيفة بالمناسبة الوزارات دي كلها قحاطة حشوها المستيفيات كلها قحاطة حشوها وكل الوزارات كلهم قحاطة حشوهم كلهم يمشوا الخدمة المدنية كلها قحاطة لازم تتنظف ده وسخ دي الناس شغالين الان جوه وددوا الدولة الان شغالين جوه شغالين بوكلينان جوه الدولة احنا ما هو عينا عارفين انهم جوه الزعاة كيف عارفين خدمة المدنية هاك حزب الشيوعي همسك وكلة الوزارات بيقول لك انا ما داخل معاهم وطلاثة اربعة وكلة بتاعنا ووزارات الحزب الشيوعي حزب الامة همسك ودراء المستيفيات الهناج همسك الهناء كله زولة ده حاجة وين تاني وين 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 حمد عصم التمسك اللي دارة تحت البنك الهض زي ما داية همسك بهناك دي والخوطوط الجوه السودانية جيبونا السناية سماح والسهرة وفنانة جيبوهم دي لك حلوات جيبوهم قاعدوهم بهناك بناتنا السفارات دخلوا فيهم بناتنا السفارات دي اللوزات دي الخطوط اللي هناك بيمفعلنا لما نمشي بيمتعنا لما نمشي لهم في بلادهم ما مبقصران الكلام دا ما فيه احنا كل ما داية رين قحاطي الخطوط الجوية السودانية الآن عبارة عن كتلة بتاعة قحاطة عبارة عن كتلة بتاعة قحاطة ممكن تطلع منها الشر وممكن تطلع منها الخيانة وممكن تطلع منها العمانة يعني ما ما ممكن ما ما ممكن لأنكم قحاطة قحاطي يعني غزر خلاص ده موضوع انتهى تكون اسمع ما عندكم حاجة عشان كده من طالب جهاز المخابرات الخطوط الجوية تتوقفها الآن ناس بوسين داد تتوقفوا معا في دادة وطن الشعب يموت الشعب يضحي وجنجويت واستعمار من دولة الشر وتخللين كفلة وانقاعدين تحت الكلاب بتاعنا وانقاعدين تحت الهدارين خطوط سودانية الآن والهدارين خط شارقة والهدارين خلوهم لحد ما البلد تجي وجوناس شرف يمسكوا موجودين الشرف لكن لسا الآن الخطوط الجوية السودانية تتبع ليه الجيش لحد ما يشوفوا الحاصل شنو ناس بوسين والشل طوال التمشي ده الناس قحاطة ما منون خير ده الغير يدمروك ما في دو ده ممكن يدخلوا اي حاجة بالطيارة أصلوا ما يعني شي لك شكك زي احنا انقرسنا منه ما تطلعوا تكتبوا السيد والأستاذ ما ترد ليه ولا أرد ليك أنا بابل لك هنا ولا ترد ليه ولا تقول لي وان احنا ما اتمنوا ألعينك منه أتجابك منه ألعينك منه انت منه اتجابك كفاتك شنو ما خلاص انتو خلاص الكفات انتو دخلين بالواسطة لأنكم قحاطة لأنكم كنتوا قحاطة حمدوكيين دخلوكم لكن ما دخلتوا به كفاعدكم ولا بي نزاهدكم ولا بي طول وطنياتكم لأنه ما في قحاطة وطني ولا في قحاطة نزيح ولا في قحاطة عنده أخلاق بالعبس القحاطة عبارة عن بلدية متحركة عدم المؤخصة ما عندكم حاجة دولة سودانية بتقوم وبتمشي لقدام لكن بيدون قحاطة طبعا النازل وصلوا لحاجة مثلا ما بشوف المتابعين احنا الميديا جماعة احنا هي حاجة بتنزل في الميديا بنراجع عمليو مرة بيطلع هاشتاقات كده بتشوفها مهمة أنا بشوفها مهمة في ناس عاملين هاشتاقات تميز بدل تطلع البلد لا جنجويد لا كيزان الناس الكالبين ده كلهم قحاطة لكن شنو قحاطة خلاص دارين يركبوا شنو دارين ركبوا لكن خجلانين خجلانين رجع يدعموا الجيش عديل كده خجلانين ما قادرين الآن بدوا بشنو لا جنجويد لا كحاطة لا 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 جنجويد لا كيزان لا جنجويد لا كيزان يا بي الله يخذ الكيزان دي كانت قبل 15 ربين كلنا ضد الكيزان وكلنا ما دارين نون ولا بنتيق ونو دارين نون همشوا كله زول وانتهينا صفحة ربين لكن بعد 15 ربين الشغلة بيقت غير الآن أنا أطرد منه الكوز ياته الكوزة اللي بقول له الكوزة الشايلة السلاح بدافع عني الكوزة اللي قاعد في الميدان الكيزانة لو لا الكيزانة الآن كانت سقطت هيئة العمليات دي ما يهلش حليتوه قلتو كيزان يا هو ما قلتو كيزان حليتوه بغرار ظالم بغرار مجحف قلتو كيزان لو لا هي سدة الفرقة ما كان البلد انتهت منهارا لو ما وقفت مع الجيش وجات رجعت لا فاصلت في راتب لا قالت دايرة لا قالت ما برجع لا قالت لي أنتو سويتوا لي لا قالت لي عملتوا لي لا قالت لي قلت لي رجعت ندالوطن قال لا تعالي طوال جات رجعت دي لنا بقدر أطلع فون هاشتاغ أسيهم ما بيسيهم كانوا كيزان والله العظيم الآن مرحبتين 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 بالوطنين مرحبتين بالرجال عشان أكفلك الباب ده ما تجي هنا بأي ما عندك باب يدخلك لنا ما في باب ما في ده موضوع انتهى الكلام ده قبل خمستاشر أبيل انت عملت لك حاجة سبحان الله هالحاجة سويت ضرتك انت وقدمت الكيزان للشعب السوداني بحاجة جديدة ما بيناتنا عداوة ده شعب سوداني كلنا على الآن دي اللي قيناهم في وقت الشدة ووقت الحارة اتناسين خلافاتنا كوز وما كوز وشمالي جنوبي وغربي وشرقي كلنا كل الشعب السودان اتناسين كله حاجة انت ما تناسين انت قوم تجاري تعال شيل السلاح وقول ماذا لنا الكيزاني كاتله تعالش كاتل انت نقول عداك العيب راجل تعالوا شيلوا سلاحكم يا كتائب حنين المصقرين تعالوا شيلوا سلاحكم تعالوا يا وجدي جيب طبنجة بتاحتك الكتب تتعرض بها ديك في الاجتماعه لافي بطبنجة قوم تجاري زي الخروف اول زود ماهو بطلع من السودان طلحت قوم تجاري اول زود وين كومي ديته وين تاني تفتكر لو جيتني قلت ليه الكوز انا ماهو 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 خلي الكوز يرد لك برد لك انا ولو قلت ليه كوز والله العظيم اقول لك شكرا والله ما بزعاد لكن لو قال ليه قحاطي ممكن اقتل فيها زود يقول ليه اسعانا قحاطي والله يقتله لكن تقول ليك احادي كوز دراجل السيء والله العظيم سبت اختلافنا معه لكن ما بينتنا عداوه ما بينتنا مشكلة تاريخية ازالية جات المشكلة الحقيقية اللي بتخلي الناس تتنازل عن مشاكله وعن احقاده وعن كل حاجة هذه جاته وخمسطاشر رضيح هنا بتحدد بتحدد الوطني من اللاوطني لقينك ازان وطنيين رغم الخلافات معاهم رغم المشاكل رغم الحاصل كله اربع سنة لكن لقينهم وطنيين تحسب ليهم في صالحهم ولا لا والله في صالحهم بحقيقة دي انتهت عندك تاني شنو دار تتكلم دار تقول لنا شنو ما عندك حاجة ما عندك حاجة والشعبي كله الان لو خيروه قال لي تعال هدي الحياة العمليات والبراعون ولا القحاطة وندك مدنية وندك عربية وندك فيلا وندك طيارة يقول لك داير ذيل دا حقيقة ولا فزول بتنازل من منطق 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 جيت تغنع الشعبي بشنو بانه الجيش دا بتاع كيزان الجيش دا عمره ما كان جيش كيزان الجيش دا الظلم زمن الكيزان يخدتو حتى التاريخ ما حارفينه مما دخول خليل الجيش تاني ما ضاق عافية همشوه عديد جابوا ابو طيرا دي مسكوا البلد وجابوا هيتر عملاكي دا حقنا دولتنا 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 الجيش دا حقنا نحنا الظلم دمرتو اللي اربعة سنة دي اشتغلتو فيه الجرف كله يومين كشف كله تلاتة يوم كشف كله اربع يوم كشف وصلتو العظام وصلتو العظام بياسر عرمان وبحمدوك وبالقحاطة وصلتو العظام تتكلموا مع البرهان شيل 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 والبرهان يقل يشيل ويقل شيل هاية العمليات شعل اليكم لقى منو لقاكو نسي لقاكو واشلتو شنطكو نقمتو لقى هاية العمليات الحلاه لقى هاية العمليات الحلاه هو بيدو والشال سلاحة سلمو للجنجويد محلو نيي زول كده لو ما وطني بيقولك ما انو ملو ما بنجيه لكن ديل وطنيين ديل اولاد ناس ديل اولاد الناس ديل عينهم مليانة ديل مناس سلطة ديل ناس وطنية ديل بتلقاون في الضيق ديل بتلقاون وقت الشدة هاية العمليات كلام انتهى وناس متعلمة ناس فاهمة ناس اخلاق ناس شرف ناس صلاة ناس بعرفوا الله انت بتعرفوا الله قحاطة ولاد الحرام عشان كده ما تطلع تقول لنا كوز وكوز لو اسح حنان النخر دي اجي يوم من الايام ارتضي يوم من الايام تجي سودان ده تاني وتجي تعمل لي حكومة وتقعد وخال السلك وديل يا اخي نكون نستاهل النار يدخلونا النار كلنا كلام ده انتهينا منه قصة كوز وما كوز وقصة دا كلام ده ما شايل انه الان حين دهنا وطن الوطن منه معاي ده معاي الناس الماشيين معانا هديك انتو لو مشيتوا معانا خسما بالله يا قحاطة كنتو احرجتونا كنتو احرجتونا كنتو دخلتونا في هذا افريدنا لكن ربنا سبحانه وتعالى ما مديكونا العقل انتو عارفين دي الفرصة التاريخية اجادكو مسي دي خلي الفات دي تحت الحارب دي لو كنتو نزيهين وما مشتركين مع الجنجوين وكنتو دعمتو جيش والله كنتو احرجتونا كنتو حتكونوا مسيدين الموقيف كنتو حتكون ما في ظل حيقول حنقول شنوعة هديل بيكوعو بيدكم بيوسخكم بيقرفكم ما حنتكلم حنصمم لكن ربنا جاب لنا من فوق عمى بصيرتكم ووداكم حتا محل الشيطان ما بيقعد وقاعد بيشرف في القهوة خدتاكم مع الغاتل ليه لانكن وسخ لانكن ادتو مشكلتكم حكومة ادتو مشكلتكم تدمير الدين الاسلامي مشكلتكم انكم تفقلوا الشعب السوداني هويتو هويتو الاسلامية الهوية الاسلامية اللي احنا منتفخر بيها بسم الله دي دي شايفينها تقيلة لما تلقوا بسم الله في اي مكاتبة حكومية دي عندكم خلاص مما تلقوا دي جنكم بيقوم انتم ما مشكلتكم حكومة ولا مشكلتكم تطوير ولا مشكلتكم البلد تمشي لي قدام ولا مشكلتكم امن وامان لو كان الامن والامان مشكلتكم ما كنت يبتليني 17 ماليشي خطيتون في الخرطوم ما كنتوا ردمتلين الخرطوم جيوش لو مشكلتكم امن وامان وانفلات امن لو مشكلتكم امن وامان ما كنت شرعنتوا الماليشي بتاعة الجنجويد وخطيتون رجل التاني في الدولة السودانية ومسكتوا اللجنة الاقتصادية لو كنتوا مشكلتكم الامن والامان ما كنت وديتوا السلام وهدتوا عارفينه غاتل وطلعتوا ضدوا قبل اليوم في المنظمات الدولية وطالبتوا بانه خطيتوا في غايمة الارهاب وانتوا الخطيتوا اسموا الواحد وخمسين في غايمة الجنات الدولية وجيتوا في النهاية زورتوا بين كشيبو وبان حميتي قلتوا مابهم ما كونيلا الكرسي مابهم ما كونيلا المشروع الجايين عشانه المشروع القديم الجديد المشروع الهوية السودانية الاسلامية دارين فأي وسيلة ماذا لنت حاربوا الكهزان لكن دارين تحاربوا كلمة الاسلام كوز الليلة لو جاء معاكم وقال لك ماذا لين بسم الله انت دي مشكلتك مشكلتك في بسم الله الرحمن الرحيم مشكلتك في الصلوات مشكلتك في الآزانة في التلفزيون الغومي الله وأكبر كل صلاة مشكلتك في المساجد مشكلتك في الناس اللي بيتمشي الجوامع جبت لهم المخدرات واللهيتهم بيها فتحت لهم بيوت الضعارة جبت لهم العاهرات عملت لهم الشقق المفروشة عملت أي حاجة عشان الناس تطلع من دينه ومن ميتينه وفاكرنا ان احنا خلاص احنا بتعين لا هذا الشعب السوداني شعبي محترم شعبي تربى تربية كده مما قام بيربوه على الأخلاق الفاضل بيشيله من من أمور رضاع كده رضاع بمصط أخلاق 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 ما بدخلوين وقدوين عشان يعلموين يا ده الرسولة يا دي الله لا لا بينقوم مسلمين مؤمنين عارفين حقوقنا وواجباتنا عارفين ده أب وده أم وده إسلام وده صلاة وده أعزان بيعلمون الله أكبر بيقولها فأضانا منا وليهم انتوا الكلام ده ما دهرينه انتوا دهرين البلد فوضى ما دهرين الإسلام لأنه نصيصر عربان وحمدوق والشولة بتاعت العطالة دهل دهل مشكلتهم مع الإسلام لأنهم دهل مدانين دهل مدانين دهل مدانين دهل مدانين دهل مدانين دهل بيمشوا بيحضروا مؤتمرات الفيزول ده ررتد يقول لي ده حرية تمش ترتد دهل بيكرموا جو كرموا لينا محمود محمد طاها اللي عدموا نميري ونميري لما نسأله بعد ما جاء قال لي محمود محمد طاها لو جاء بتعدمه قال له تاني لو جاء تاني بعدمه وده الصح ده نميري ده نميري مهما كان الإنسان السوداني وصل مرحلة من الدكتاتور ووصل مرحلة وما بتلقى خارج حضوض النص بتلقى عنده حاجة خطح مرسم الدين الإسلامي انتوا ما دارين دين إسلام انتوا خايفين من الدين أكتر من خوفكم من أي حاجة ما خايفين من الدين خايفين من بسم الله خايفين من الدين البناشة اللي يقوم وضعنا الصبح وهمشوا صلوا في المساجد خايفين من الغاونهم بتحت النظام العام البسكر بيجلدون لأنكم سكرجية خايفين من الجنة بتاع البنقوة زانية لأنكم كلكم شقوة مفروشة كلكم شقوة مفروشة بلقطوكم من هناك كل سنتين ثلاثة عندكم خمسة ستة مجدعين في كوشة كل جديد يا لنتكم عشان كده ما فيه خلاص ستة وصلتونا لحد وصلتونا النهاية أي كادر قحاطي اشتغل زمن القحاطة دخلوا القحاطة جابوا القحاطة عينوا القحاطة في مستجفى في وزارة في مصلحة حكومية لازم يمش طوالج لازم يشفر لازم يتحلوا يتبلوا يمشي لأله خطوط الجوية السودانية كلها قحاطة منا بسنا لين سارت لين معاهم في المكتب البضاحة كان كلهم قحاطة حمدوكيين بحتيين دين لا يلزمون ولا منهم خير وما بيخدمون نحن ولا بكونوا واجهة للوطن الوطن ما مستحيل يكونوا واجهة قحاطية الوطن تاني واجهات قحاطية ما في الوطن واجهاته بتشرف وطنيين حباب ايزه الوطني وقف مع الجيش قال جيشون واحد شعب واحد ده بغياس الوطنيين حباب اي سوداني اصيل قال جيشون واحد شعب واحد حباب اي سوداني وقف مع الجيش ودعم جيش وما وقف مع التمرد نمشي لحاجة اخيرة انا مثلا قلت لكم شنو فيه نسكي بيش ما دقيتهم هنا يستاهلوا الدقو ولا ما يستاهلوا اها نجيتكم يا ناس كي بيش اها مزدقيتكم دقو أولاد نعارف الليلة طلعوا فيديوهات بالمناسبة الفيديوهات دي لأي زول كان شايل قلبه ولاف بالحنان والعطفل الناس وات كي بيش القصة الناس وات كي بيش انتفض باشنو بعزومة بعضة جوجا جويض وجابه العزومة وعقده وعملوا الصلح ورجعوها طيب هاشتاقاتكم ونحن الحقونا ونحن تعالوا لينا وجينجا وجايننا ونحن وابح علينا فيش نو طالما دي مشاكل عائلية وممكن ارجعوها في مسماها نحن تعبين لنا ومطلعين ما يتيننا معنا يعني يعني نحن بجينا لكم استفدتم من الهاشتاق ده اننا رجعنا لكم الزول الراجل بعض ما طالبكم ده كل اللي استفدتم من الهاشتاق خلينا الهاشتاق نضغط عليه جاكم وجاب لكم اللاكل وقعد معكم ده كل اللي استفدتم من الحق واتكبيش والحق واتكبيش وبتكلم كمان واحد بيقوم والشعب السوداني كله شايل هم واتكبيش بيقوم واحد بيتكلم ما باقي إلا يقول حمدت صلى الله عليه وسلم يا أخو والله العظيم أنا أدي كله أخد طعم الناس مع كلامي مش أكلته ومش صفقته وطبرته والله ما بعيد والله حيركبوكم ركوب اتذكروا الكلام ده كيبيش لكن تطلعوا هاشتاغ الحق وكيبيش الهاشتاغ بتاعنا حيكون بلو كيبيش لأن الناس اللي عندهم العمل اللي يكون دوصوا وراكم ليلة والله حيطلعوا منجل تكون خدوا كلام ده عندكم اتذكروا كلام ده هالناس دين مش قاص دين الناس دين كسروا عينكم الليلة الناس دين فصلوكم الناس دين قالوا انهم بيعملوا الكلام ده ساي ده ناس واعية بتعرف تشتغل كيف وبتعرف بيشتروا الناس كيف الناس دين جاء ابوكم وقعدوا معاكم ووكلوا معاكم واخدوا اللقطة الدير لنا الجاييكم ما فيزل حيصدق لأنه هون عارفين تاني هيعملوا فيك الدير عمد قوات دا عمد قوات لا عنده شرف ولا عنده أصل ولا عنده فصل دين العمد النجوس دين العمد الواطيين الما عندهم شرف ولا عندهم أخلاق دين الريمة اتذكروا الكلام ده كويس شفتوا العمد دا اتذكروا كلامه ده كويس والله حاجيكم بل يا ناس واتكي بيش من ناس يفضوا بيوتكم مرحل انت قايل اللقطة العملاء ولكلوك ده خلاص اتت انبسط قلت يا سلام دين طيبين وكلوني وحط الله يبلوك بل من الله خلقك ما تبليت اتذكروا الكلام ده كويس وحيبلوكم ده يقول لكم تطلعوا هاشتاغات وتقولوا كده خلاص جقتلوا الموضوع ويت جابوك مبسوط وقاعد تأكل وفاكر نفسك خلاص مبسوط قاعد معادل والله حيبلوك وركبوك حيبلوكم وركبوكم بعمدتكم ذات وعمدتكم ده زمانك وركبوه احتمال ده باين على مركوب ده باين على مركوب النازل ما جاءكم لأن كنتوا قويين جوكم لأن الشعب يوقف معاكم جوكم لأن النازل يتكورب جوكم لأن الخبر انتشر فيه الغنوات الفضائية انتم معاكم وتطردوهم كانوا ما جوكم ليوم الدين لكن جوكم واثبطوا أنه ما في حاجة واثبطوا أنه ده إعلام ساي واثبطوا أنه ما في كلام زي ده أها بكرة بعد بكرة حتيجي تطلح تقول الحقون جوشالوا مننا عربية جوشالوا مننا مرة ما في ظل بصدق ما في ظل بصدقك حصدق خنا أنا شايف في عينها دول فيديو وأنا بخلي الفيديو ويصبته في الصفحة قاعد مغنغن بتاكل وتاكل مع منه مع الوسخ المقردين مع الوسخ اللي عندهم هناية اللي عندهم الجدري مع الوسخ الكل مرت مع الوسخ المرص مع الوسخ الناس اللي بيقوم بيجن النجاستهم قاعدين مغنغنين معاكم وتاكلوا والخط الواحد يلخط بأربع كل ذول مغنغن ويأكلوا ويجيك يقول لك الحقونا عشان كده اللي عندهم اتجاياكم واتكيباش والله العظيم لعينه الرأت والأوز ومن سمعت لأن الجنجاويد لا عهد له ولا دين له وغدار غدار أزال الناس الهلالية أول من سالم وهو المن ركعه وهو المن عاهده هذه الهلالية مستباح عشان احنا كلمناكم ووقفنا معاكم وعملنا الحاشتاغات وتكلمنا والدنيا كلها وعا ومفتحة وكانت بتاعين الناس جي قتلوا لكم وندوش في يدكم وجوكم بالمهلسة والدهلسة وقاعدوا معاكم وخلاص رضوكم رضيتوا رضينا رضينا خلاص رجعوك فيما سمها أها بكرة حتى يقول لنا والله شاءلوا مننا عربية ولا في ذول بيشتغل بك الشغال الحقو والكيباش قتلوا مننا خمسة ولا في ذول بيشتغل بك الحقو عندنا نعم ولا بدأشتغل بك الشغال احنا شفنا بعين احنا شفنا بعين الشعب كل واقف معاك الدنيا كل واقفة معاك الاعلام كل مفتحة الليلة وتكيباش تجي تقعد ونزلوا الفيديوهات دي وتقعد وتتفزلوا وتقعد وتتكلموا وان احنا مظلومين وان احنا مما قمنا مع عندنا وان احنا قاعله لا بدایا وسرقة الحريب ما عندون بداخبو بالحيط ما عندون لك حاجة ما تقول لك زيان الله الليلة بدوسو كي 인도 المعب دل دل حتى أكن عروب دل ما في ذلك يدخلهم على بيته ولا بإيمانهم دل لا شرف لا أخلاق لا دين لا إيمان لا وطنية لا مننا نعرفهم دل همد دل غجر دل ملاقيق دل ما بيجبهونه ما بيجبهونه ولا ناسنا خلاص صورته وخطوا اللقطة خلاص بعد بكرة بنسمع وبنقعد تحت الحيط وبنسمع وبتطلع الحاشتاغات وبتطلع بتقول الحقون ما في ذلك يلحقون وزاة عارفين انكلام ده المرة جاية بذقوكم المرة بفاتت دقوكم بسطنة العنج المرة جاية بيعملوا في sibحل اي حاجة أنا أرى بأشتركم من الآن خدتوا كلامي ده عندكم المرة جاية هيعملوا فيكم اي حاجة والناس ذيناك خافوا منك انتب سروال ولا خافوا منك انتب عراق القصير ولا خافوا منك انتب شنبا النص خافوا من الشعب السوداني خافوا من الهاشتاغات خافوا من الناس عشان كده جوكون جهرين جوكن جارين لو كنت وقفت وصمت ومدتون واشو ما صبروا والله العظيم يجي كل يوم الدين لكن اتفنستوا واتفزرتوا والله تتربوا والله تتربوا حتتربوا بالصحة يلكبوكن المرة دي فصلاكم فصلاكم شو انت صغيرون الراجل ازاي سورو ده الخوين ده عمقصن بالله العظيم ده شفت ده ليه يوم برا قصما بالله العظيم ليه يوم برا ليه يوم برا شفت ده القوادين بتاعنا الاستعمار ده والله ده أنجس ناس ده أوسخ الوسخ ده ده ناس حقيرة نعيش رفل أخلاق لا دين وارجوا الراجيكم والله يديكم الصحة والعافية وبإذن الله تعالى منتصرين شاء من شاء وأبا من أبا وبي كيفنا ما بي كيف أي رمي